من ديالا إلى صلاح الدين حيث أقام مرشح تحالف عزم بالمحافظة رياض سمراء مؤتمرا انتخابيا في ناحية المعتصم بسمراء لتعرف ببرنامج الانتخابي وأيضا الدعوة إلى مشاركة واسعة في الانتخابة المقبلة نجي صنع التغيير المنشوض في المحافظة وشهد المؤتمر الانتخابي حضورا غفيرا لأهالي ووجهة وشيوخ عشائر مناطق المعتصم وسمرة وتكريت والدور والإسحاقي دعما لمرشح تحالف عزم في الدائرة الأولى تسلسل 43 رياض السمراء معربين عن مساندتهم لمشروع الانتخابي القائم على استرداد الحقوق المسلوبة ومحاسبة الفسدين ممن أثروا شخصيا على حساب أهالي صلاح الدين طوال السنوات الماضية عزمنا وتوكلنا وبعزمهم ننتصر هذه الحشود الكبيرة اليوم التي جاءت إلى تجمعنا ومؤتمرنا الكبير هذا اليوم في ناحية المعتصم حضر أكثر من 1500 مواطن بالغ من أبناء محافظة صلاح الدين من سامراء ومن الدور ومن الأسحاقي ومن تكريت ومن أطراف ناحية المعتصم مؤيدين إلى مشروعنا الانتخابي ووضعوا ثقتهم بنا من أجل أن يتم تغيير الوجوه السابقة وأيضا إعادة الحقوق المسلوبة ومحاسبة السراق والفاسدين الذين انتفعوا وبنوا مجدا شخصيا ومجدا حزبيا على آهات وعلى أوجاع وهموم أبناء هذه المناطق اليوم الجميع عازم على التغيير من أجل خراج نخبة جديدة من ممثلي هذه المناطق وهذه المحافظة إلى البرلمان ليغيروا المسار العملية التي كانت في الفترة السابقة لا تصف في مصالحهم